بحضور أمين سر دائرة العمليات نفذت مديرية المعدات الفنية ممارسة تمرين الردع الألكتروني تعبوي بدون قطاعات بمستوى كتيبة معدات فنية بإسناد قيادة عمليات في الدفاع وتوخى التمرين بيان وسرعة وذقة نقل المعلومات الألكترونية المسترقة وكيفية التعامل معها وسرعة رد الفعل تجاهها ودروس أخرى متعددة تم هذا اليوم تنفيذ ممارسة عن تمرين الردع الألكتروني في مقر كتيبة المعدات الفنية الأولى والذي يتضمن كيفية انفتاح أو إسناد كتيبة معدات فنية إلى قيادة عمليات في الدفاع الغرض من التمرين هو لإظهار كيفية عمل جهد المعدات الفنية في إسناد القطاعات أثناء عمليات الدفاع التمرين هدف إلى تدريب الآمرين والضباط على ممارسة السياق الصحيح لإدارة العمليات الدفاعية وكيفية استخدام الأجهزة التخصصية لصنف المعدات الفنية تم الاشتراك بمدينة المعدات الفنية بالتمرين إسناد قيادة عمليات بمستوى كتيبة المعدات الفنية بالعمليات الدفاعية وذلك لإبراس دور كتيبة المعدات الفنية بالعمليات الدفاعية لتطوير الضباط والآمرين والمراتب لكيفية استخدام الأجهزة أثناء العمليات الدفاعية صباح الخزعلي إعلام وزارة الدفاع